اهلا بكم الجديد في الحصة المغاربية شهدت مناطق واسعة من موريتانيا موجة امطار غزيرة صاحبتها فيضانات هجرت مئات الاسر في مدن الوسط والجنوب كما شردت الامطار سكان بعض احياء العاصمة واكشوت وشلت الحركة داخلها حيث لم تتمكن اليات شفط مياه الامطار المتجمعة في احياء وطرقات العاصمة من فك الحصار عن السكان الذين يصلون بصعوبة الى بيوتهم اعضاء الحكومة الموريتانية قطعوا اجازاتهم السنوية لمواكبة جهود انقاذ المتضررين من هذه الامطار في ظل اتهامات بالفشل لجهود السلطات في مواجهة هذه الكارثة موجة امطار غير مسبوقة تشهدها مناطق متفرقة من موريتانيا صاحبتها سيول وفيضانات خلفت عشرات الضحايا واشتردت مئات الاسر في مدن كيهيدي واكجوجة وانبيكا واجبرت اعضاء الحكومة في البلاد على قطع اجازتهم السنوية للاشراف على جهود الانقاذ وتقييم الخسائر الكبيرة التي سببتها الامطار خاصة في العاصمة واكشوت بالرقم من فيها عدة احياء في وطعية صعبة ولكن الاجراءات الحمد لله متخذة شفناها في عين الميدان الفرق الحمد لله تعمل ليل النهار من جل اسعاف المواطنين وان شاء الله بعد هذه السيارة اندور ان شاء الله وانكثروا من الوسائل وانحسنوا من تنظيم الفرق اللي ان شاء الله نخفوا من معاناة هذه المواطنين مع كل موسم خريب تتحول اغلب المدن الموريتانية الى مسابح كبيرة ففي العاصمة واكشوت قطعت مياه الامطار اوصال اغلب الاحياء واربكت حركة المرور فيها في ظل مخاوف جدية من ان تتحول المستنقعات الاسنة الى مصدر الاوبئة والامراض الموسمية التي تهدد السكان ما لم تتخذ السلطات قطوات للحيلولة دون ازمة صحية وشيكة في هذه فترة الامطار كما تلاحظون في مياسر من المستنقعات الاسنة لين حضر منها الناس لها مصدر لعدة امراض منها اساسا الملاريا والضنك ولذلك يلتحد اس منها ويحكم عنها الشاشرة بعد سنوات من الجفاف وتراجع في معدل الامطار استفاقت مناطق واسعة من موريتانيا على وقع موسم خريف ماطر حطمت فيه التساقطات حاجزة 170 ملي مترا في بعض المناطق وهي معدلات لم تعهدها البلاد منذ عقود مع غياب شبكة صرف صحي فعالة حولت مياه الامطار شوارع نواكشوط الى بركة كبيرة في ظل مخاوف من ان يزداد الوضع سوءا مع احتمالية تسزيل تساقطات مطرية خلال الساعات القادمة من داحية قناة الغد نواكشوط ينضم إلينا من النواكشوط الدكتور محمد والدوم ديانا أستاذ ورئيس قسم التسيير في المدرسة الوطنية للإدارة أهلا بك معنا في برنامج حصة مغاربية دكتور محمد دول كثيرة في العالم منها دول مجاورة لكم تعاني من الجفاف والحرائق وتتمنى أن تهطل عليها الأمطار التي تهطل على موريتانيا لماذا لا نرى موريتانيا تستفيد من هذه النعمة الإلهية بل على العكس أصبحت نقمة في بعض المناطق وتسببت بسقوط ضحايا والكثير من الأضرار شكرا جزيلا على الاستضافة تعتبر هذه السيول والفيضانات التي اجتاحت موريتانيا في الأوين الأخيرة نتاجا طبيعيا لموسم أمطار سجلت فيه تهطلات غير اعتيادية وما زال في المنتصف وما زال في المنتصف ما زال هذا الموسم موسم الماطر في منتصفه هذه الأمطار تأتي في سياق موجة من التغير المناخي يشهده كوكب الأرض غير مسبوك وهذا التغير المناخي يعني عكس في شكلين على مختلف المناطق ينعكس بالجفاف في المناطق التي كانت أصلا رطبة وبالعكس في المناطق الصحراوية والمناطق الجافة هي زيد من رطوبتها وكثرة أمطارها هذه الأمطار على الرغم من أنها لم تخلف ضحايا بشرية إلا أن ضحاياها المادية والاقتصادية كانت كبيرة جدا وغير مسبوقة بالنسبة لموريتانيا فقطعت أوصال بعض المدن وأغرقت مساحات زراعية واستسببت في نفوق بعض الحيوانات قطعان الماشية والحيوانات مصدر الرزق الأساسي لكثير من سكان الأرياف والبادية وكذلك ستخلف كما أشرتم في التقرير مشاكل صحية نتيجة المياه الآسينة لكن في كل عام هناك برك هناك مستنقعات بسبب الأمطار أنت تتكلم فقط عن المناخ لكن ماذا عن البنية التحتية التي تقعت تحت مسؤولية الحكومة والسلطات الموريتانية نعم كما أسلفت هذه الظاهرة غير الطبيعية أو هذا المستوى الغير مسبوق من التهاطلات المطرية أربك نوعا ما الحكومة وبنيتها التحتية ما في ذلك الصرف الصحي لأنك تعرف أن البنى التحتية عند تشهيدها ينبغي أن تأخذ بعين لاعتبار تساقطات المطرية المسجلة على مدار ثلاثين أو أربعين سنة قبل الشروع في تشهيد المنشآت ومشآت البنية التحتية ومنها كذلك الصرف الصحي لم يكن مهيئا لاستيعاب هذه التهاطلات المطرية الغزيرة ضيف إلى ذلك أنه كان أن شبكة الصرف الصحي لم تكن بالاتساع حيث تشمل مختلف أحياء العاصمة فما بالك بالمدن الأخرى وهو مستدعى السلطات الإدارية لعلاجات آنية لحظية وخطط طوارئ كشفط المياه وكإيواء المتضررين من السيول وتعويض بعض السكان وهذه كلها تعتبر حلول آنية ينبغي التفكير مجدداً وينبغي التفكير الجدي وعلى المدين المتوسط والبعيد من أجل حلول حلول استراتيجية تمكن من تحويل هذه النعمة كما أسلفت إلى نقمة فقط أشكد تحويل هذه النقمة إلى نعمة يستفيد منها الاقتصاد الموريتاني أنت ذكرت بأن هذه الفيضانات أو هذه أمطار لم تسبب سقوط ضحايا بشرية هل هذا صحيح؟ نعم هذه الأمطار والفيضانات والسيول خلفت للأسف أربع ضحايا وأربع ضحايا بشرية أطفال أظنهم ماتوا غرقاً وهناك الطفل أظنه مات بسبب صعق كهربائي في أحدى البرك هذا ولله الحمد لا يعتبر خسارة كبيرة بقدر مقارنة بالخسارة الاقتصادية التي تطررها من المواطنون حيث أن هناك أسواق تمت محاصرتها بشكل كامل وبقيت خارج الدائرة في الكثير من مناطق الجنوب الموريتاني هناك كذلك انهيار لبعض المباني القديمة هناك جرافة التربة وقطع لبعض الطرقات وغمر لبعض المساحات الزراعية ونفوق لبعض قطعان الحيوانات هذه كلها مخلفات أساسية وثقيلة تنضاف إلى تأثر الاقتصاد الموريتاني والمتأثر أصلا أو المتضرر أصلا من مخلفات جايحة كورونا وموجة التضخم العالية في السوق العالمية وكذلك مخلفات الحرب الأوكرانية الروسية هذه المخلفات كلها والأعباء الاقتصادية كلها ينبغي على الحكومة التفكير فيها بشدية وكذلك ينبغي أن يلتحم فيها المواطنون سواء كان الرجال أعمال أو شعب عادي أو الحكومة بالتفكير بصورة جدية في اتخاذ بعض من الإجراءات التي ستحول حالا دون تفاقم هذه الأزمة ثم بعد ذلك التفكير في حلو الاستراتيجية واستعدادا للموسم القادم لأن الخبراء البيئة قبل الموسم القادم هو التفكير في معالجة الأسوأ في هذا الموسم الحالي لأن هناك توقعات ربما أنطهت الأمطار أكثر على أي حال أشكرك جزيلا من النواكشو الدكتور محمد والبومديان أستاذ ورئيس قسم التسيير في مدرسة الوطنية للإدارة موسيقى